بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخي الحبيب هل تحلم براحة تامة في هذه الحياة أقدم لك اليوم خطوات سبعة تريحك في هذه الدنيا كلنا نسعى للراحة النفسية والطمأنينة والسعادة ولكن القليل مننا فقط من يحظى بهذه الراحة معظم الناس وتلفت من حولك وابدأ بنفسك ستجد الهموم المشاكل الضيق الندم المخاوف من المستقبل الحزن على ما مضى الخوف من الوضع الاقتصادي الوضع المعاشي هموم في البيت في العمل مع الجيران هموم مع الزوجة هموم مع الأبوين أحيانا مع الأولاد تجد أن المشاكل تراكمت طيب هل هناك طريقة لتفريغ هذه المشاكل إلى الحد الأدنى نعم أخي الحبيب الطريقة أنا استوحيتها من القرآن العظيم وهي موجودة طبعا والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من طبق هذه الخطوات لأنها كلها من القرآن أول شيء أخي الكريم أهم قاعدة رقم واحد فيها سر الراحة النفسية وسر القوة وسر الطمأنينة وسر السعادة وسر الرضا أن تستيقن وأن تشعر أن الله معك في كل لحظة ما رأيك بهذه القاعدة؟ هذه القاعدة من القرآن الكريم الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم قد يظن البعض أن الله معنا ولكنه بعيد لا تأتيك آية أخرى لتوضح لك أن الله سبحانه وتعالى قريب منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنظر إلى جسدك الله أقرب إليك من نفسك إذا اعتبرت أن الله معك إذن الله يسمعني يراني يعلم مشكلتي طب لما الحزن أصلا؟ لماذا أحزن إذا كان الله معي؟ يرى كل شيء يرى هذه المشكلة وكأنه يقول لي اصبر لأن الصبر حقيقة يحبه الله الله يحب الصابرين والله مع الصابرين فإذن أول شيء يجب أن تطبقه أن تعتقد وتستيقن في كل لحظة أن الله معك يراك يسمعك يعلم ما في نفسك يعلم حاجتك أكثر منك ولكن أحيانا الإجابة تؤخر لحكمة هو يعلمها فيها مصلحة لك أيها الإنسان المؤمن القاعدة الثانية أخي الحبيب قاعدة مهمة وضعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يحدث معك مهما كان كبيرا أو صغيرا سواء كان خسارة موت فاجعة ألم مرض فقدان أي شيء تتخيله قل قدر الله وما شاء فعل هذه قاعدة ذهبية تريح النفس جدا لأن معظمنا اليوم يتألم لمشاكل تافهة يتألم على خسارة مبلغ من المال يتألم أنه اكتشف إنسانا أنه يخدعه هي صعبة ولكن ألم أن هذا فيه خير لأن الله أراد أن يكشف لك حقيقة من تتعامل معه قل دائما قدر الله وما شاء فعل هذه القاعدة ذهبية فعلا إذا خسرت في تجارتك قل قدر الله وما شاء فعل وانهض من جديد إذا أصابك مرض قل مباشرة قدر الله وما شاء فعل وهذا المرض سيرفع درجتي عند الله إذن أنا سأصبر وسأرضى وأعلم أن الله هو الذي قدر هذا الأمر وهو قدر وشاء وفعل سبحانه وتعالى قدر الله وما شاء فعل فهذه القاعدة تريح الإنسان جدا هنا قاعدة ذهبية ثالثة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر إنسان طبقها وهي التوكل على الله كان دائما التوكل على الله في كل شيء فأنت عندما تتوكل على الله في أي عمل ولنفرض أن هذا العمل فشل أو لم يوسر ما دوبت توكلت على الله اعلم أن هذا العمل إذا تعسر فيه خير هذه العسرة وهذا العسر فيه خير وإذا وجدت نفسك تذهب في طريق آخر تجد الأبواب مغلقة أمامك أحيانا اعلم أن الله أرادك أن تتبع هذا الباب المفتوح أمامك أغلق كل الأبواب لخير أنت لا تعلمه فإذن التوكل على الله من يتوكل على الله حق التوكل يرزقه الله كما يرزق الطير انظر إلى الطير عندما يخرج ليس لديه حسابات ليس لديه تجارة ليس لديه محل ليس لديه مورد يخرج متوكلا على الله وسبحان الله هناك طيور تبقى ستة أشهر في الجو الله يرزقها وهي في الجو تنام وتتغذى وكل شيء سبحان الله انظر إلى هذه القاعدة قاعدة التوكل على الله هناك قاعدة مهمة جدا طبعا الله يحب المتوكلين الله يحب من يتوكل عليه هذه أيضا ميزة لك انك اذا توكلت عليه فانت اكتسبت محبة الله تعالى القاعدة الرابعة ان تسلم امرك لله سلم امرك لله تسليم الامر يعني انت رميت ووضعت كل همومك ومشاكلك وكل الاحزان والألم والمرض وضيق الحال وقلة الحيلة وضعتها بين يدي الله ان تضع هذه الهموم والمشاكل بين يدي الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة والى الله عاقبة الامور لاننا كلنا سنعود الى الله سبحانه وتعالى اذا هذه قاعدة ايضا ذهبية ان تسلم امرك لله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم قبل ان عندما يأوي الى فراشها او بعد ان يأوي الى فراشين ما هو دعاء النوم عندما يتكأ او ينام يتج على شقه الايمن ويقول اللهم اني توكلت عليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امر اليك اذا التوكل والتسليم معا كل يوم كان يتوكل ويسلم فيفضل ان تنهي يومك بهذا الدعاء اللهم اني توكلت عليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امر اليك والجأت ظهري اليك يعني يا رب انا اريد منك القوة والدعم والمدد وانا التجأت اليك احتميت بك فاذا ها التسليم الامر لله هو شيء يريحك جدا فمهما اصابك لن تحزن لماذا لان الله معك توكلت عليه قدر الله وما شاء فعل واسلمت امرك لملك قوي رحيم عظيم عليم لا يقدر لك الا الخير سبحانه وتعالى ولكن احيانا الانسان كما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموا وانتم لا تعلمون القضية الخامسة اخي الحبيب وهي مهمة جدا وهناك احاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بها اعلم ان كل شيء مكتوب رفعة الاقلام وجفرة الصحف منذ ان كنت في بطن امك عمرك ستة اسابيع والجنين في هذه المرحلة يكون طوله بحدود واحد سنتيمتر هكذا لا شيء يعني كتب اجلك عمرك يعني وكتب رزقك وكتب عملك وكتبت هل انت من اهل النار او من اهل الجنة شقيون او سعيد اذا ما دام كل شيء مكتوب لماذا احزن انا التجأت الى الله وتوكلت على الله واسلمت نفسي وامري الى الله سبحانه وتعالى واسلمت وجهي لله عز وجل فالان انا علمت ان كل شيء مكتوب بما ان الله كتب علي هذا الالم الذي اعاني منه اذا لماذا احزن هناك حكمة ان الله يريد ان يغفر لي ذنبا يطهرني من ذنب قمت به المرض يطهر الذنوب ايها الاحبة البلاء يطهر الذنوب قلة الحال تطهر الذنوب اذا كان عندك ابن عاق هذا تطهير لذنوبك اذا القضية الخامسة ان تعلم ان كل شيء مكتوب والنبي عليه الصلاة والسلام له احاديث كثيرة جدا في هذا في هذا المجال ان ان الله اول ما خلق القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب يا رب قال اكتب كل شيء او كل ما كان وسيكون الى يوم القيامة جلوسي هذا هنا في هذا المكان وكلامي هذا مكتوب اذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصعف هذه القضية ترح النفس انا شخصيا ارتاح جدا عندما اعلم ان كل هذه الهموم والمشاكل مكتوبة علي فاسلم امري الى الله وارضى بما قسم لي الله وانتظر الخير يعني هذه هذه الطريقة في التفكير تجعلك تتفائل بالخير ان هناك خيرا سيأتي قضية السادسة وهي مهمة جدا وكما قلت لكم هذا كله مستوحى من الكتاب والسنة التفكير بالموت ان تفكر بنزول القبر والله اعظم مشكلة تتعرض لها وتستعصي عليك وتظن ان هذه المشكلة اكبر من الدنيا بمجرد ان تفكر بنزول القبر واول ليلة في القبر سوف تتبخر هذه المشكلة وستصبح صفرا امام ما ينتظرك في الظلمات هذا القبر عندما تتخيل نفسك انك موت ولن يدخل معك احد هذا القبر ستدخل وحيدا انت وعملك واهم عمل يدخل معك هو الصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصبر ضياء اكثر ما يضيء قبرك الصبر فالصبر اخي الحبيب هو علاج هو شفاء والله يحب الصابرين والصابر يوفى اجره بغير حساب انظر الى الى عظمة هذا العمل العمل تقول له الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اذا ان تفكر بالموت النبي كان يفكر بالموت كل يوم وكان يقول اكثر من ذكر هادم اللذات فعلا الموت يهدم كل لذة والنبي كان يفكر بالموت قبل النوم وبعد الاستيقاظ بمجرد ان استيقظ من النوم ماذا كان يقول الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني وعليه النشور كان يفكر بالموت القضية السابعة والاخيرة اخي الحبيب التسامح اكثر ما يريح الانسان حتى طبيا يعني ان تعفو عن الاخرين دراسة قامت بها جامعة هارفرد لعشرات السنين تبين ان اطول الناس اعمارا واكثرهم سعادة من الاكثر تسامحا وعفوا وحبا للخير لاحظ فاذا انت عندما تعفو هناك مركز حتى في الدماغ اسمه مركز المكافأة عندما تعفو عن انسان تشعر بسعادة ما مصدر هذه السعادة هرمون الدوبامين ومجموعة هرمونات السعادة يتم افرازها من خلال مركز السعادة في الدماغ تشعرك بالراحة بل بل ان حالة القلب والجهاز المناعي واجهزة الجهاز تكون في افضل حال عندما تعفو عمن اساءلك بينما الغضب كما تقول جامعة هارفورد اسوأ مدمر للقلب الغضب الغضب انه كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق